اشتركوا في القناة ودخلة السنة كده ممكن تحس بطاقة عكسية تحس اللي هو ان فيه حد عايز يدايقك وخلاص فيه امر ما محير بالنسبة لك مش هتبقى عارف حقيقة حاجة معينة محتار او عداوة او غدر من حد جدا ممكن تقابله فاذا عليك اول يوم انك تكون حذر قوي قوي انت خارج من السنة اللي فاتت بص بقى بنتكلم بقى نقول انبارح والنهاردة فرق سنة المهم كان يوم 31 بالنسبة لك برضو نفس الموضوع طاقة معاكسة شوية الى ان يوم واحد فيه السنة الجديدة هتحس ان فيه طاقة برضو معاكسة هتخليك ممكن اللي هو عارف فكرة ايه تقول يا يا شكلها كده بينا من اولها الى ان سنتك الحقيقية بتظهر او بتبان من يوم اتنين انسى يوم واحد اعتبروا ان هو من اواخر السنة يوم واحد هيبقى لطيف جدا بالنسبة لك طب يوم واحد يوم اتنين يوم واحد بالنسبة لك انت تقدر تخليه لطيف عارف ازاي انك انت تتجنب اي عداوة وتتجنب اي استفزاز واي انتقاضية واي امر محير حط في بالك انك هتلاقي لي مخرج اي مشكلة اعرف كويس اوي ان ليها مخرج ما تيقسي ولا تدخل في حتة اسئلة كتير وحيرة وويوي لان عندك مخرج عندك حل عندك شيء قوي عندك حاجة رائعة جدا جدا يوم اتنين ويوم تلاتة بالاخص يا طقي يوم تلاتة قد ايه رائع بالنسبة لك وايجابي جدا ومتميز كتير في حدث مهم اوي موجود يوم تلاتة نبقى نتكلم عنه في التوقعات اليومية يوم اتنين ويوم تلاتة الامر بالنسبة لك موجود في برج الجدي والشمس موجودة في برج الجدي وتأثيرات كوكب عطارت في المنزل التاني بالنسبة لك منزل العمل والمال يعني تحقيق مكاسب وقوة وتميز وحاجة ايه علاولة كده جميلة جدا طيب برج الجدي انت بالنسبة لك شيء قد ايه قوي ورائع وحلو لذيذ بالنسبة لك بعد كده الايام اللي بعدها هتبقى فيها اجواء رائعة يعني يوم اول او يوم واحد هو الشوية تقته شوية مش افضل حاجة بس لو تجنبنا الانتقاد والعصبية والسلبية احنا هنكون اليوم بالنسبة لنا هيبقى شيء لذيذ كتير يوم اتنين ويوم تلاتة وبالاخص يوم تلاتة رائعين كتير بالنسبة لك برج الجدي كشكل مهني نتكلم على بقى امور مهنية وعاطفية الوضع المهني كوكب عطارت زي ما قلت لكم في المنزل التاني منزل المال عندك تقدم عندك مكسب مالي جدا عندك شيء ليه علاقة بتعوين عندك قوة عندك مال قادم ليك عندك عمل كان مستوقف لا بترجع لعملات مرة تانية فيه اضافة في الناحية المهنية فيه عرض مهني بشكل كتير متميز فيه عروض خارجية فيه مكاسب حقيقية فيه بالنسبة لك انك انت بتكون قادر على جذب الاخرين ليك عندك علاقات جيدة وتصالح كتير مع الاخرين عندك قرب مع الناس اللي حواليك قوي برج الجدي بالنسبة لك فيه عروض مهنية جيدة فيها او ليها علاقة به وضع مالي يعني فيه فلوس جاية لك من عمل عندك كمان الامور القضائية فيه مكسب كتير قوي لك وده فيه ناتج منه من الامور المالية كمان بالنسبة لك عندك فيه الحاجات الخاصة به البيع والشراء والميراس بتحصل كتير على حقوق بيع وشيراء بيكون ناجح جدا بالنسبة لك فبالتالي فيه مال قادم ليك حلو حلو بس عندك مصاريف هل المصاريف بالنسبة لك هتكون كتيرة لا المصاريف مش اللي هو اللي اقدر اقولك مثلا انها ضخمة او غير لا انت تعتبر من الناس اللي عندهم مال جيد بس في نفس الوقت عندك مصاريف المصاريف دي نقدر نقول ان هي يعني احتياجات سادات ديون المصاريف العادية جدا جدا يعني قادر اقول ان انت عندك اصلا سادات احتياجات وسد احتياجات بشكل جدا قوي فده شيء متميز بالنسبة لك جدا برج الحود من امور المهنية انت عندك علاقات جيدة العلاقات دي بتجيب لك عروض مهنية العلاقات دي بتجيب لك مساعدات مهنية العلاقات دي الأمور المؤجلة أو المستوقفة بالفعل في الشأن المهني بيعملولها حركة يعني ريفرش كده طيب ده بالنسبة ليه الوضع المهني كمجمل عام والوضع المالي زي ما قلت لكم الأمور القضائية أنت عندك فيها مكسب وانتصار بشكل جدا قوي عندك اهتمام بنفسك كتير يا برج الجدي يعني مهتم كتير بشكلك مهتم كتير بستايلك مهتم كتير بطاقة تغيير طاقة تغيير يعني ايه يعني بتتغير في الكلام في التعامل في الاسلوب عندك كمان بتتغير فيه ان انت بتعرف مين الكويس ومين اللي وحش بس خلي بالك قوي من الأمان برضو للناس يعني فكرة ان انا اقرب للناس اه حلو قوي لكن ان اقرب مش حلو قوي يعني فكرة ان احنا نقرب بس بحدود ده ده المطلوب يعني برجة الجدي الوضع العاطفي بالنسبة لك كوكب الزهرة متراجع عندك بس الشمس عندك الشمس لسه عندك وده بيخليك ان انت ملك الجاذبية وانك تكون مضي بشكل جدا قوي وقد ايه ايجابي بشكل جدا قوي واهتمامك بحالك وبمظهرك وتقلقك قد ايه بيخليك ان انت ملفت بشكل جدا قوي فاذا برج الجدي ليك معجبين كتير ليك اشخاص قد ايه هيكونوا عايزين انهم اقربوا منك للناس اللي مش مرتبطين والناس المنفصلين والناس المرتبطين خلي بالكم قوي قوي من علاقة طرف ثالث في حد بيحم 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 في انه يدخل في طرف ثالث انت نفسك يا برج الجدي خلي بالك قوي انك ممكن تنجذب لبعض الابراج اللي هما مسيرين بطبعهم زي الابراج الهوائية طيب برج الجدي للناس اللي مش مرتبطين في معجبين في بداية لارتباط بداية لكلامه طيب بالناس اللي هما مرتبطين بس ارتباط في البداية اللي هو لسه ما خدناش خطوة وما خدناش خطوة في الامر بالنسبة لك يا برج الجدي بالفعل بيكون في خطوة تحديد موعد يعني تحديد موعد للعلاقة الرسمية أو الخطوة الأساسية أو بالنسبة لك إن بيحصل فيه إطمئنان في العلاقة بالنسبة لأصحاب برج الجدي كمان فيها هيكون عندهم يعني نوع من أنواع له حاجة خص الموليد أو مولود جديد عندك ده جداً بالنسبة لك أنت والشريك لو في خلافات عائلية يعني أنت عندك خلافات عائلة مع عائلة الشريك أو الشريك عنده خلافات مع عائلتك فيكون فيه تصالح فيه قرب في العلاقات فيه توازن في الأمور فإذا فيه تصالح عائلي عاطفية أما بالنسبة لناس المنفصلين أنت عندك حب جديد جداً جداً عندك مشاعر قوية عندك أن الماضي اللي أنت كنت عايز ترجع له هو هيبقى عايز يرجع لك ففيه ده كتير بس أنت هتبقى ملتفت أكتر لو مرتبط بأبراج نارية هتبقى ملتفت ليهم هتبقى ملتفت ليهم هتبقى أنت بصص عليهم هتبقى بترقبهم ولو كان عندك انفصال من أبراج هواقية زي برج الميزان هتبقى ملتفت ليهم ولو عندك انفصال من أبراج ترابية زي برج العزراء هتبقى ملتفت ليهم فدي أكتر الأبراج اللي أنت ممكن تلتفت لها يا برج الجديد برج العرب سواء مرأة الجدي ورجل العرب ده بالنسبة لي لأبراج اللي انت هتبقوا ملتفتين ليهم خلال الأسبوع ده ممكن تكونوا بترأبوهم كمان طيب برج الجدي بالنسبة لي الناس الملفاصلين هل هيتم رجوع لو فيه طرفين عايزين يرجعوا لبعض هل هيتم رجوع لا فيه كلام على رجوع خلال الأسبوع ده فيه كلام على رجوع في بداية لرجوع لسه بنرجع لسه بنبتدي ان احنا نرجع لبعض طيب بالنسبة يا برج الجدي إذن عندنا العلاقات قدر أقول إنها جيدة كثير بس الحذر بقى فين الحذر من المشاكل والانتقادية الحذر إن أنت تشتغل على العتاب أكتر يعني يبقى نصلح من غير عتاب هيحصل فيه عتاب حتى لو 1% ممكن يحصل العلاقة دي إنها تقف مرحلة الرجوع بالنسبة لها يعني ممكن ننهي الأمر فخلي بالكم كثير من العتاب خلي بالكم كثير من المشاكل خلي بالكم كثير من الانتقادية خلي بالي جدا جدا من تدخل الآخرين في شؤون العاطفية اسمعوا لنفسكم ما تسمعوش لحد ما تبصوش على شكلكم قدام حد بصوا لي إن انتوا الاتنين مع بعض تقدروا تصلحوا شكلكم بس كده برج الجدي عندك اهتمام كثير بشكلك زي ما قلت لك عندك اهتمام بمزارك اهتمام بتقلق اهتمام بنجاح اهتمام بحل التعويض اهتمام بإسم اهتمام بمنتج اهتمام بإن أنا أكبر إن أنا أسعى عندك ده كثير قوي قوي يا برج الجدي مش هيبقى أصلا بالنسبة لك إنك ملتفت للناس في الشأن الميعني بس ملتفت للناس في الشأن العاطفي وده هيكون أمر غير مقبول أو شيء مش لطيف عامة ده توقعات الأسبوع الأول بشكركم كثير ما تنسوش لعيك وشيرك في قناة تفعيل الجرس سلام